لأن الجانبان يبرران عدم التزامهما بالقرار بعدم التزام الجانب الآخر تطورات عبر الساعة في لبنان قتلى وجرحى ونازحون من المناطق الحدودية واغتيال إسرائيلي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضحية الجنوبية لبيروت وغزون إسرائيلي لجنوب لبنان وفي ظل كل هذه التطورات يدور حديث عن القرار الأممي 1701 فما هو القرار 1701 وهل تطبيقه مازال ممكنا؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي وأنا نغم قاسم وأنوه بأنني قد سجلت هذه الحلقة قبل أيام من أغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وقبل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني رحبوا في هذه الحلقة من بودكاست يستحق الانتباه بديالا شحادة المحامية المختصة بالقانون الدولي أهلا ديالا أهلا بك ديالا ما هو القرار 1701؟ ما هي تفاصيل هذا القرار؟ قرار 1701 قرار صدر عن مجلس الأمن بالإجماع من أجل وقف الحرب التي كانت دائرة خلال شهر تموز يوليو من العام 2006 وهذا القرار أدى بشكل أولي إلى وقف الحرب أنا ذاك ولكن كذا هذا القرار أن يكرس نوع من استقرار حدود أمني وذلك عبر إلزام الجانب اللبناني وتحديدا حزب الله بتراجع عن الحدود البرية إلى ما يعرف الخط الأزرق وهو خط الذي تم تحديده بعيدا سحاب إسرائيل في العام 2000 والذي يمتدح حوالي 120 كيلومترا على هذه الحدود ويصل عمقه مرات إلى 200 متر وأيضا نصر هذا القرار على أن تنتشر قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التي هي قوات الأممية من أجل حفظ السلام ولكن مراقبة أكيد خصوصا الانتهاكات التي تحصل بين الطرفين على الحدود اللبنانية وكذلك في مناطق أخرى مثل الجولاني وبالتالي تدمن القرار بنودا من أجل تكريس الاستقرار الأمني على الحدود الامتناع عن التسلح أو تخزين الأسلحة من قبل حزب الله أو استخدام أي عمليات عسكرية غير مشرعة أو غير موافقة عليها بشكل رسمي من خلال الفقم اللبنانية يعني ديالة أنت تقولي أن القرار نص على أنه إبعاد حزب الله أو إبعاد العناصر العسكرية الموجودة في هذه المنطقة غير الجيش وقوات اليونيفيل إلى شمال نهر الليطاني وإبعاد القوات الإسرائيلية إلى ما بعد الخط الأزرق هل أنا فهمت صح هذا القرار؟ نعم من دوني أن يسمي حزب الله وإنما تحدث عن أي قوات مسلحة لا تتمتع بشريعية الدولة وليس فقط ذلك وإنما أن يستبدل وجود العسكري غير الشرعي غير الرسمي أي حزب الله بوجود قوات رسمية طيب لكن يبدو أن هناك تفسيران مختلفان لهذا القرار يعني الجانب اللبناني يرى هذا القرار من زاوية والجانب الإسرائيلي يرى هذا القرار من زاوية أخرى برأيك لماذا هذا التفسير المتضارب في بعض الأحيان لنفس القرار الأممي؟ لأن الجانبان يبرران عدم التزامهما بالقرار بعدم التزام الجانب للآخر من جهاتها دولة الاحتلال الإسرائيلية دولة محتلة بحسب القانون الدولي تبرر عملياتها العسكرية وأكد ذلك انتهاكها للسيادة اللبنانية الجوية عبر المسيرات أو الطائرات التي تجول في الأقليم الجوي اللبناني وغير ذلك تبرر بأنها تدافع عن نفسها من التجاوزات أو الانتهاكات التي يقوم بها الجانب البلناني وتحديدا حزب الله لهذا القرار وليس من جانبه فحزب الله يقول أنه كذلك يحمي الأراضي اللبنانية والدولة اللبنانية من العضوان الإسرائيلي والمطامع الإسرائيلية التي تظهر في خطابات سياسية إسرائيلية أو في انتهاك السيادة الجوية اللبنانية من وقت إلى آخر وقد تقدم الطرفان بالفعل بشكاوى بهذا الخصوص مع العلم بأن الحكومة اللبنانية كذلك لم تتمكن من قيام بمالتزامها بمجرد القرار لجهة نشر قواتها ولا تمكنت قوات اليونيفيل كذلك بكل بساطة لماذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية كما ذكرتي أنت من تنفيذ التزامها بالوجود على الأرض في هذه المنطقة الحدودية ليس بمقدور الحكومة اللبنانية أن تلزم حزب الله بأي شيء حزب الله هو قوة عسكرية تتجاوز القوة قوة الجيش اللبناني كما ونوعا ومن جهة أهرة فإن حزب الله هو كذلك شريك سياسي في الحكومة اللبنانية وفي مجلس النواب اللبناني وبالتالي فإن أي انسحاب من هذا النوع يجب أن يتم بموافقة حزب الله ولم يقم حزب الله بأي خطوات من أجل تنفيذ إجراء كهذا لم يعلن بأنه موافق على الانسحاب من المناطق الحدودية ولا طبعا راغب بالالتزام بقرارات الدولة الحكومية فيما يتعلق بالسلم والحرب وإنما فعل عكس ذلك يعني أعلن صراحة منذ سنوات بأن القرار الحرم يعود أمره للمشهد الأعلى الإيراني وليس للقيادة اللبنانية السياسية والتنفيذية والتشريعية بحسب القوانين اللبنانية على الأقل ومن هنا فالجانب الأساسي الذي نص عليه القرار السمعي وواحد المتعلق به نشر الدولة اللبنانية قواتها على الحدود وابتعاد حزب الله عن هذه الحدود هو مسألة ليس بالإمكان تحقيقها سوى إذا تغير لربما الظروف السياسية الأقليمية وخصوصا الموقف الرسمي الإيراني فيما يتعلق بدور حزب الله أو إذا تغيرت الطبيعة الحالية للتوازن السياسي داخل لبنان لكن من بين التحليلات التي قرأتها ديالا وأنت صحيح لي أن هناك البعض يرى أن مسألة انسحاب حزب الله من هذه المنطقة هي مسألة قد لا تكون وقعية لأن هؤلاء مواطنين لبنانيين موجودين في الجنوب ولا توجد عناصر عسكرية ولا توجد قواعد عسكرية بالمعنى المتعارف عليه فكيف تنسحب وتنسحب إلى أين؟ لا أوافق مع هذا الكلام لأن المطلوب ليس انسحاب البشر الذين هم أبناء هذه الأرض وهم أصحاب الحق في البقاء فيها ولكن المطلوب هو السحب التجهيزات العسكرية والمخزون العسكري الموجود ووقف العمليات العسكرية وأي ظهور عسكري تنظيمي فلم يزل حزب الله حتى الآن بحسب القوانين اللبنانية هو ميليشيا خارجة عن القانون حتى لو جنحت الحكومة إلى خطابات سياسية تقول غير ذلك فلا بد من أن يتغير منطف السياسي للأكثرية الحاكمة في لبنان هو لحزب الله أو للمرجعية السياسية القائدية العليا لحزب الله ألا وهو النظام الإيراني والمشهد العالمي لا لكن حزب الله يقول أو يرى أن الجانب الإسرائيلي هو من لم يلتزم بتنفيذ القرار 1701 من البداية منذ عام 2006 القرار 1701 لحظ خصوصاً الالتزام بالخط الأزرق الذي هو خط هدنة تم ترسيمه في أعقاب انسحاب إسرائيل من الجنوب في العام 2000 ولو أنه لا ينظر له على أنه حدود رسمية بأي شكل من الأشكال ولكن الخط الأزرق هو من لحظ القرار المتعلق بتحديد الخط الأزرق هو من لحظ مزارع شبعة ولو أن جدل الدول حول مزارع شبعة لم يجل قائماً لجهة أن إسرائيل تدعي بأن هذه المزارع ليست لبنانية ولبنان يصر على أن هذه المزارع هي لبنانية ولكن يرفض في الوقت نفسه بأن يقوم بترسيم نهائي للحدود اللبنانية السورية لنفي المزاعم التي تقول بأن هذه الأراضي هي سورية ومن هنا فهذا الجدل مرتبط ليس بالقرار 1701 فقط وأنه مرتبط بالطبيعة المتنازع التي حولها جدل حول ما إذا كانت هذه الأراضي اللبنانية بالفعل أم لا وخصوصاً مزارع شبعة هي جزء من الحدود البريئة مع سوريا طيب هل القرار 1701 تضمن أي قواعد للاشتباك بين الجانبين؟ العكس تماماً القرار 1701 نص على بنود تضمن أو تحاول أن تضمن عدم حصول أي اشتباك عسكري ليس فقط لجهة انتشار قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على امتداد 120 كم في الحدود البرية بين الدولة اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة إسرائيل ولكن خصوصاً لجهة تعيين من دول مختلفة من أجل الضمان حسن تنفيذ هذا القرار ورفع تقارير منتظمة سواء من اليونيفيل أو من الدول المعنية لحسن تطبيق هذا القرار مجدداً ولكن جميع هذه الضمانات التي حاول القرار أن يوفرها من أجل حسن تطبيقه لم تنجح ولو أنه الجانبان تمتعا بفترة من الهدنة المعقولة بعد حصول القرار بعد سواء القرار في العام 2006 واستمرت هذه المرحلة سنوات من الهدوء النسبي لسنوات عدة حتى الاشتباكات الصغيرة أو الحوادث الصغيرة التي حصلت هنا وهناك لا تقارن نهائياً بما جرى خلال حرب تموز 2006 وما يجري الآن وبالتالي البعض يعتقدون أن هذا القرار نجح لجهة تحقيق شيء من الاستقرار على مدى معين من السنوات ولو أنه لم ينجح في التزام الجانبين بجميع مندرجاتهم طب هل تضمن القرار في نصه أي آلية لتطبيقه؟ القرار تضمن الالتزامات المطلوبة من الجانب الجيش اللبناني ومن قوات اليونيفيل ولأنه لم يفصل طريقة تنفيذ هذه الالتزامات وكيفية انتشار الجيش اللبناني وانتشار قوات اليونيفيل وترك هذه التفاصيل الإجرائية والتنفيذية للدولة اللبنانية بالتعاون والتنصيق طبعاً مع قوات المسلحة المعنية ولو لم يتم تسميتها بالحرف أي حزب الله طيب يعني أنت ذكرتي أنه كانت هناك خرقات أنت وصفتيها بالبسيطة خلال السبعة عشر عام الماضية يعني السابق أو بعد صدور هذا القرار بسيطة ليست بشكل مستقل كحوادث ولكن بسيطة بالمقارنة نسبياً مع حرب يوليو تموز 2006 الحرب التي أنهاها هذا القرار ومع الحرب الدائرة حالياً منذ أعقاب السبع من أكتوبر من هي الجهة المنوط بها تسجيل هذه الخرقات؟ اليونيفيل بالدرجة الأولى من الجانبين؟ قوات اليونيفيل باعتبارها قوات أممية محايدة مهمتها تقوم على محاولة حفظ السلام في المناطق الحقودية اللبنانية مع إسرائيل هي تقوم بشكل منتظم برفع تقارير بشأن الانتهاكات الحاصلة من الجانبين ولكن من حق الجانبين كذلك الجانب اللبناني وجانب الإسرائيلي أن يرفع شكاوة وتقارير متى وجدوا انتهاكاً يرتكب من الطرف الثاني وهذا ما نشهده بشكل منتظم تقريباً كل عام أو عامين يتقدم لبنان عبر بعثته الدبلوماسية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن وكذلك الكائن الإسرائيلي عمل بعثته الدبلوماسية بشكاوة أو تقارير توثق أو تتعي وجود انتهاكات للقرار 211 من قبل الطرف الآخر باعتبار أن هذا القرار صدر عن مجلس الأمن وبالتالي مجلس الأمن هو منوط بحسن تطبيقه وهو المرجع من أجل النظر في الشكاوة المتعلقة بانتهاك القرار طيب إلى أي مدى يمكن الآن تطبيق هذا القرار في ظل الظروف الحالية؟ لا أعتقد أن الظروف الحالية تسمح بتنفيذ هذا القرار إلا إذا وصلت النزاع العسكري والعدوان الإسرائيلي الذي تجاوز وانتهك القانون الدولي خصوصا باستهداف مباشر للإعلاميين في لبنان وكذلك بسقوط وقتل مدنيين وجرح مدنيين في عمليات عسكرية عدة لا أعتقد أن الإرادة السياسية متوفرة من الجانب الإسرائيلي من أجل توقف عن عمليات العسكرية كما لا أعتقد بأن الإرادة السياسية موجودة للجانب اللبناني وتحديدا حزب الله من أجل الانسحاب عسكريا من المناطق الحدودية لربما هذا الأمر يتسنى فيما لو وصلت العسكرية إلى درجة تعلن هزيمة طرف وانتصار طرف آخر ولا يبدو انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية العسكرية للخبراء المعنيين أن هذا الأمر متناول حاليا لكن طبعا الجانب الإسرائيلي ينفي مسألة استهداف مدنيين وينفي طبعا مسألة استهداف مدنيين ما هي الالتزامات المطلوبة من الجانب الإسرائيلي بمقتضى هذا القرار إذا تم تنفيذه الآن على الجانب الإسرائيلي التوقف عن أي عمليات عسكرية وأي عمليات عدوان ضد الدولة اللبنانية وشعبها ومؤسساتها وكذلك التوقف عن انتهاك السيادة اللبنانية برا أو بحرا أو جوا وعن أي أراضي لبنانية نحن نتحدث عن جنوب أم عن أي أراضي حددي لنا هذه الأراضي أي أراضي لبنانية مع التذكير بأنه بما يتعلق بالأقليم البحري على الأقل قامت دولة لبنان بترسيم حدودين بحري مؤخرا في العام الماضي أما فيما يتعلق بالحدود البرية فهذه هي التي نص عليها القرار الصادر في العام 2000 المتعلق بالانسحاب وبالهدنة بعد الانسحاب والذي وضع حوالي 500 نقطة حدودية لما يعرف بالخط الأزرق وبالتالي الأراضي التي يجب أن تكون تنسحب منها إسرائيل وأن تلتزم بالبقاء خلفها هي الأراضي التي وضحها ووضح امتدادها الجغرافي ونقاطها الحدودية الخط الأزرق في القرار الذي صدر بموجبه في العام 2000 طيب هل يمكن أن يخضع هذا القرار للتعديل بعد هذا التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل؟ جميع القرارات الدولية قابلة للتعديل إذا ما ارتأ ذلك مصدرها أي مجلس الأمن ولكن لا أعتقد أن هناك حاجة لتعديل هذا القرار بالنسبة لما يريده المجتمع الدولي وبالنسبة لما تريده من قبل إسرائيل ولعل الجانب الوحيد الذي قد يرغب بتعديل القرار هو الجانب اللبناني من الجهة فرض إلزامات أكبر لإسرائيل تجاه الدولة اللبنانية ولكن الموضوع يتجاوز الدولة اللبنانية العملية العسكرية التي يقوم بها حزب الله منذ أعقاب 7 أكتوبر يقوم بها وصفها بأنها عملية لمساندة الفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة في غزة ويتالي الأمر يتجاوز قرار يتصل بلبنان وإسرائيل هو يتعلق بالسياق السياسي والأمن الحاصل اليوم في المنطقة والإبادة الجماعية التي يتم تدولها عبر الإعلام الحديث مباشرة على أعين العالم فطالما أن حزب الله يربط النزاع المسلح والعمليات العسكرية مع إسرائيل بالوضع السياسي والقرار الحرب والسلم في غزة ولن يكون لهذا القرار القرار السمية وواحد الكثير من التأثير أو من الأهمية من أجل تحديد أو تواصل لقرار لوقف إطلاق النار والالتزام به دايلة شحدة المحامية المختصة بالقانون الدولي شكرا جزيلا شكرا على المتابعة استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا بي بي سي أرابيك دوك كوم وعلى قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب نسعد بأرائكم وكترحاتكم وشاركوا حلقاتنا مع من تحبون وعلقوا عليها ولا تنسوا الإعجاب بها وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه أخرجت هذه الحلقة سميرة سعيدي وميس باقي وفي الإخراج التقني أبي مورتش نسكا وفي إدارة التحرير محمد عبد الرؤوف وقدمتها لكم نغم قاسم إلى اللقاء